السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا وطالباتنا في موهوق 2 للأحياء لنكمل مع بعض دروسنا عن الطاقة الخلوية في درس السابق تحدثنا عن الأيض وتحدثنا عن أحد أمثلة الأيض وهي عمليات البناء التي تحدث في النباتات وأطلقنا عليها اسم عملية البناء الضوئي في درسنا اليوم بإذن الله تعالى ننتقل لنتحدث عن ثاني نوع من عمليات الأيض وهي عمليات الهدم وندرس كمثال عليها عمليات التنفس الخلوي في عملية التنفس نجد أنها عملية معاكسة تماما لعملية البناء الضوئي ذلك أن عملية التنفس هي عملية هدم يتم فيها تحويل الجزيئات الغذائية الكبيرة إلى جزيئات صغيرة ويتم إنتاج الطاقة من هذه الجزيئات تلك الطاقة التي تستخدمها خلايا الكائنات الحية للقيام بنشاطاتها الخلوية المختلفة في المعادلة التي أمامنا نلاحظ سكر الجلوكوز المعادلة معاكسة تماما لمعادلة البناء الضوئي سكر الجلوكوز الذي تكون في عملية البناء الضوئي سنحتاج إلى وجود الأكسجين حتى يتم أكسدة سكر الجلوكوز وسينطلق ثاني أكسيد الكربون والماء وستنطلق جزيئات ATB اللازمة للقيام بالنشاطات الخلوية إذن ما الذي يميز عملية التنفس الخلوي تتميز عملية التنفس بأنه يدخل فيها غاز O2 ويخرج غاز CO2 ولازم ننتبه لعدد الجزيئات ست جزيئات من CO2 تنطلق إلى الوسط الخارجي ونحتاج إلى ست جزيئات من الأكسجين لإتمام عمليات التنفس الخلوي النقطة الثانية أنها تحدث فيها أكسدة للمادة الغذائية تحدث أكسدة للمادة الغذائية ما هي المادة الغذائية التي ستتأكسد هي عبارة عن سكر الجلوكوز تتأكسد المادة الغذائية بهدف إنتاج الطاقة في هذه العملية راح تحدث جزء من العملية يحدث في السيتوبلازم بينما الجزء الآخر من هذه العملية يحدث في إحدى العضيات الرئيسية التي تحدثنا عنها سابقا من عضيات الخلية وذكرنا أنها لها دور كبير في إنتاج الطاقة أو سميناها مصانع الطاقة التي هي عبارة عن الميتوكوندريا إذن جزء من هذه العملية يحدث في السيتوبلازم جزء يحدث في الميتوكوندريا التنفس في الكائنات الحية يقسم إلى نوعين أنواع التنفس راح يكون عندنا التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي ما الفرق بين عمليات التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي؟ الهوائي لا بد من وجود الأكسجين أما التنفس اللاهوائي لا يحتاج إلى وجود الأكسجين وسنتحدث عن هذا لاحقا بإذن الله تعالى في بعض أنواع من الكائنات الحية بينما حديثنا بإذن الله تعالى اليوم راح يكون عن التنفس الهوائي ما هي المراحل التي يمر بها سكر الجلوكوز أثناء عمليات التنفس الهوائي؟ بداية راح يكون عندنا العديد من المراحل أول مرحلة من مراحل التنفس الهوائي هي مرحلة التحلل السكري أي أنواع السكر هي التي ستحدث لها عملية التحلل هو سكر الجلوكوز جميع المواد الغذائية في خلايا الكائنات الحية إذا رغبنا في إطلاق الطاقة منها لا بد أن تتحول إلى سكر الجلوكوز بداية ومن ثم تدخل في عملية جلايكولايسز أو عملية التحلل السكري عملية التحلل السكري تلك الخطوة تحدث في السيتوبلازم ولا تحدث في الميتوكندريا وإنما فقط في السيتوبلازم وتقوم بها جميع المخلوقات الحية ماذا يحدث للجلوكوز؟ حتى يدخل الجلوكوز في عملية التحلل السكري لا بد أن ينشط ويفسفر أي مركب عشان يدخل في التفاعلات الكيميائية لا بد أن تحدث له عملية تنشيط من الذي سينشط هذا المركب؟ ينشط بواسطة ATB المركب المطلق للطاقة المصدر المباشر للطاقة فنستهلك من هنا 2 ATB من سيتوبلازم الخلية تعطيني الطاقة اللازمة لعملية فسفرة الجلوكوز وتنشيط الجلوكوز ويتحول الATB إلى ADB لاحظوا هنا أن نحن راح نحتاج إلى جزئين من ATB بالرغم من أن تلك العملية يفترض أن تطلق الطاقة ولا تستهلك الطاقة فنحط النقطة هذه في بالنا لأننا سنرجع أي مركب نستخدمه في الخلية نرجعه مرة أخرى إلى الخلية بعد عملية تنشيط الجلوكوز سيتحول إلى سكر الفروكتوز النشط ونلاحظ هنا أن سكر الفروكتوز منشط بواسطة الفوسفات لأن أنا عندي 2 ATB أعطاهم الطاقة اللازمة للدخول في التفاعل سكر الفروكتوز يتميز بأنه يحتوي على 6 ذرات كربون مثله مثل الجلوكوز بعد كذا نكمل عملية التحلل السكري ما الذي سيحدث لسكر الفروكتوز 1 6 باي فوسفات في عملية التحلل السكري سينشطر هذا المركب إلى مركبين بالتساوي ويحدث كسر للرابطة هنا إذا حدث كسر ستنطلق طاقة ناتجة من عملية كسر تلك الروابط لأن في عملية البناء الضوئي كان النبات يخزن الطاقة بواسطة ربط ذرات الكربون مع بعضها البعض الآن كلما هدمنا ذرة كربون كلما أطلقنا كمية من الطاقة فتنكسر الرابطة هنا بين ذرة الكربون الموجودة هنا وذرة الكربون الموجودة هنا وينفصل إلى جزئين هذين الجزئين أثناء عملية كسر تلك الرابطة تنطلق منهم طاقة كبيرة وينطلق منهم أيضا الهيدروجين فيجي عندي مركب ناد ويختزل بواسطة الهيدروجين ويتحول إلى ناد إتش ويجي عندي مركب ADB وياخذ الطاقة ويتحول إلى ATB كل جزئي راح يحتاج إلى ناد واحد يعطيه الهيدروجين أو يختزله ويتحول إلى ناد إتش ويحتاج إلى 2 ADB يعطيها الطاقة الناتجة من عملية الكسر أو من عملية الشطر ويتحول فيها إلى 2 ATB ويتكون عندي في النهاية اثنين جزئي من مركب نطلق عليه اسم البايروفيت هنا عندي بايروفيت وهنا عندي بايروفيت بعد عملية الشطر إذا جئنا نتحدث الآن عن نواتج عملية التحلل السكري راح نقول أن النواتج هي عبارة عن 2 جزئي من البايروفيت راح يكون عندي 2 بايروفيت بالإضافة إلى ناد إتش هنا وناد إتش هنا فرح أقول عندي 2 ناد إتش هذه مركبات خازنة للطاقة بالإضافة إلى 2 ATB هنا 2 ATB فرح أقول 4 ATB ولكن هنا العلماء يقولون لا ما نقول 4 ATB وإنما نقول فقط 2 ATB طيب وال2 ATB الأخرى لماذا لم نحتسبها لأن ال2 ATB هذه اللي أنا أخذتها من الخلية أثناء عملية فسفرت هذا المركب وتنشيطه فلابد أن أعيدها مرة أخرى إلى الخلية ولا تحتسب من نواتج عملية التحلل السكري فنقول هنا أن نواتج عملية التحلل السكرية 2 بايروفيت 2 NADH 2 ATB ننتقل للخطوة الثانية من مراحل التنفس الهوائي وهي عملية تحول حامض البايروفيت اللي نتج عندي الجزئين إلى مركبين يسمى أسيتايل كوينزايم A ستتحد هذه المركبات مع مرافق إنزيمي يهمنا الآن أن نحن نعرف أن عملية التحلل السكري هذه تحدث في جميع الكائنات الحية حدثت في السيتوبلازم أما الآن فسوف ننتقل إلى الميتوكندريا فرح يكون هنا عندي 2 بايروفيت رح تجي عندي إلى هذا عبارة عن غشاء الميتوكندريا هذا داخل الميتوكندريا وهنا السيتوبلازم عشان يدخل البايروفيت إلى داخل الميتوكندريا لا بد أن يتحد بإنزايم هذا الإنزايم يساعده على الدخول إلى داخل الميتوكندريا ولا يستطيع أن ينفذ البايروفيت إلى الميتوكندريا إلا إذا انكسرت رابطة هنا وأطلقت ثاني أكسيد الكربون كم بايروفيت عندي؟ عندي 2 بايروفيت إذن كم جزي من ثاني أكسيد الكربون؟ كلهم رح يدخلون الآن إلى داخل الميتوكندريا كلا جزي أي البايروفيت فأثناء دخولهم رح يطلقون كل واحد منهم يطلق جزي من ثاني أكسيد الكربون فنقول هنا تنطلق جزي أين من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لكسر هذه الرابطة بعد كده صار عندي مركب الأسيتايل اللي يحتوي على ذرتين من الكربون يدخل الأسيتايل ويتحد مع كوينزايم A وأثناء عملية دخوله وكسر الرابطة ستنطلق طاقة وينطلق أيضا الهيدروجين فيجي عندي مركب ناد يختزل بواسطة الهيدروجين ويختزن الطاقة طبعا بما أني عندي 2 بايروفيت رح يجي عندي 2 ناد ويتحول إلى 2 ناد اتش هنا هذا من النواتج بعد كده يدخل الأسيتايل ويتحد مع المرافق الأنزيمي كوينزايم A ويتكون عندي المركب هذا المركب بعد عملية اتحاده مع المرافق الأنزيمي كوين عندي أسيتايل كوينزايم A كم مركب من أسيتايل كوينزايم A رح يكون عندي 2 من أسيتايل كوينزايم A ناتجة من عملية تحول البايروفيت إلى أسيتايل كوينزايم A وكذا تكون انتهت عندي ثاني مرحلة من مراحل التنفس الهوائي ما هي النواتج التي تنتج من هذه المرحلة سينتج منها من هذه المرحلة اتنين أسيتايل كوينزايم A مركبين رح ينتج عندي 2 NADH ورح ينطلق 2 CO2 احنا في المعادلة لقنا رح ينطلق عندنا 6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون الآن انطلق عندي 2 CO2 وبقي أربعة متى ستنطلق هذه الأربع جزيئات نتحدث عنها بإذن الله تعالى في الدرس القادم ونشاهد ماذا سوف يحدث لمركب أسيتايل كوينزايم A وكيف ستنطلق باقي جزيئات ثاني أكسيد الكربون إذن احنا الآن تحدثنا عن مرحلتين المرحلة الأولى أطلقنا عليها الجلايكولايسيس والمرحلة الثانية سميناها تحول البايروفيت إلى أسيتايل كوينزايم A أو أوكسيدايم اوف بايروفيت في الجلايكولايسيس كان عندنا 2ATB نتج عندنا 2ATB 2NADH بالإضافة إلى جزيئين من البايروفيت بينما في عملية الأكسيداشن اوف بايروفيت نتج عندي 2NADH بالإضافة إلى مركبين أو جزيئين من أسيتايل كوينزايم A اللي راح نكمل فيه عملية الأكسيدة بالإضافة إلى انطلاق ثاني أكسيد الكربون إلى الوسط الخارجي جزيئين من ثاني أكسيد الكربون هذا بالنسبة لدرسنا اليوم كذا نكون انتهينا من مرحلتين من مراحل التنفس الهوائي نكمل بإذن الله تعالى مراحل التنفس الهوائي في الدرس القادم شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته